موسيقى الرياض وواشنطن تستدعيان طرفي الصراع في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم المرشد الإيراني يعبر لسلطان عمان عن ترحيبه بإعادة العلاقات مع مصر وفد أمني عراقي وكردستاني يناقش أمن الحدود في طهران مسؤول في وزارة الدفاع الإيرانية يقول أن طهران تسعى لتعزيز الدفاع الجوي السوري بمنظومات متوسطة وبعيدة المدى نشرة لهم الأنباء من الحدث أهلا بكم نبدأها من التطورات المتعلقة بالشأن السوداني وقبل ساعات من انتهاء الهدنة بين قوات الجيش والدعم السريع شهدت أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم سلسلة اشتباكات عنيفة استمرت حتى فجر اليوم وقال سكان محليون أنهم سمعوا دوية اشتباكات في مناطق جنوب وغربي أمدرمان أحد المدن الثلاث المتجاورة التي تشكل ولاية الخرطوم كما أكد سكان حدوث اشتباكات في مناطق عدة في جنوب الخرطوم على الضفة الأخرى لنهر النيل في وقت متأخر من مساء الأحد ومع دخول وقف اطلاق النار في السودان ساعاته الأخيرة تتجه العنظار إلى وفدي الجيش وقوات الدعم السريع في جدة حيث من المتوقع أن يبحثها تمديد الاتفاق وينتهي اتفاق وقف النار الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الخرطوم من مساء اليوم وفي محاولة لتمديد اتفاق الهدنة الذي أدى إلى توقف القتال العنيف مع استمرار للشباكات المتفرقة دعا رعية الاتفاق السعودية والولايات المتحدة أمس إلى تمديد الاتفاق بحث وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره البريطاني جيمس ساي كليفرلي جهود المملكة الهدفة إلى دعم الحلول السياسية في السودان وذكرت وكالة الأباء السعودية أن الوزيرين بحثا هاتفيا ما تبذله المملكة من جهود حسيثة لتقريب وجهة النظر بين الأطراف السودانية من خلال استضافتهم في مفاوضات جدة وما نتج عن ذلك من اتفاقيات حول وقف إطلاق نار قصير الأمد وبحث الجانبان سبول تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين وأوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا من جدة تنضم إلينا موفدة الحدثة لنا يعقوب لنا أهلا بكي ما هي التحضيرات والأجواء عموما مع استدعاء المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لطرفي الصراع في السودان من أجل بحث موضوع تمديد الهدنة مرحبا بكي هذه المحادثات الغير مباشرة لم تتوقف حتى خلال الأيام الماضية صحيح أن الهدنة كانت مدتها أسبوعين تنتهي في مساء هذا اليوم ولكن كانت الاجتماعات مستمرة لبحث كثير من النقاط التي لم يلتزم بها الطرفين أمس أظهرت الوساطة أو أصدرت بيان وضح هذا البيان الانتهاكات من الجيش السوداني وكذلك من الدعم السريع كثير من المواطنين يتحدثون عن أمرين الأمر الأول هي اشتباكات متبادلة في بعض المناطق وهي كما ذكرت كانت في مناطق متفرقة اليوم الأمر الآخر عدم خروج الدعم السريع من كثير من المناطق والبيوت التي احتلتها في الخرطوم وكذلك في بحري هذا الأمر هو الذي يهم المواطنين بصورة مباشرة لذلك ستكون هذه النقاط حاضرة في استمرار المحادثات هي ليست جولة جديدة من المفاوضات بين الجيش والدعم السريع إنما استمرار للمحادثات التي بدأت في وقت مبكر من هذا الشهر وأسفرت عن توقيع هدنتين كانت هناك هدنة أولى والهدنة الثانية التي تم توقيعها في العشرين من مايو وتم تنفيذها بعد ثمانية وأربعين ساعة لذلك اليوم سيكون هناك توقع بتمديد هذه الهدنة خاصة أن الجيش قال إنه موافق ولكنه طبعا يضع شروط وكذلك الدعم السريع أعلن أنه موافق على استمرار هذه الهدنة في هذه النقطة بالتحديد وهي مواقف كلا الطرفين الدعم السريع والجيش ونتابع طبعا المواقف من موضوع تمديد الهدنة ولكن هناك ملاحظات واشتراطات هل يجري الحديث عن طبيعة هذه الاشتراطات؟ كيف يرد الدعم السريع مثلا على ذلك؟ هي ليست اشتراطات للوساطة ولكن فيما يتعلق بتمديد هذه الهدنة الوساطة حددت كثير من النقاط مثلا تحدثت عن تحليق للطيران الحربي عن قصف للطائرات كذلك تحدثت عن انتهاكات الدعم السريع بالسلب والنهو وعدم الخروج من كثير من البيوت هناك نقاط حددتها الوساطة لذلك هناك نقاط يتحدث بها الناس مثلا تحليق الطائرات لا يعني كثيرا المواطنين بدرجة كبيرة ولكنه يعني الطرفين يعني الجيش ويعني الدعم السريع لذلك المواطنون يتحدثون بصورة مباشرة عن استمرار بعض الخروقات التي تمنع مثلا وجودهم في مناطقهم تلقي العلاج في كثير من المستشفيات التي ما زال الدعم السريع باقيا فيها هناك نقاط تعنى بالمواطنين من المتوقع أن تكون حاضرة في استمرار هذه المحادثات وهناك نقاط هي تعني الطرفين بصورة كبيرة خاصة فيما تعلق مثلا بتحليق مسيارات وغيرها هي مواضيع عسكرية ربما يكون المواطن لدرجة كبيرة بعيد عنها لكن هذه المحادثات أثمرت عن هدنة بحسب المواطنين أنه في الوضع العسكري كانت أفضل من الأيام الأولى لهذه الحرب وأفضل من الأسابيع الماضية التي كان فيها عدد من القتلى عدد من كثير من الدمار في الخرطوم وبحري وأمدرمان فيما يتعلق باستمرار هذه المحادثات ستركز على النقاط التي لم يلتزم بها الطرفين سواء كان الجيش أو الدعم السريح بالتأكيد سنتابع معك كل التطورات المتعلقة بذلك شكرا جزيلا لك من جدة كنت معنا مفادة الحدث لنا يعقوب حذرت جماعة محمود طوارئ السودانية من انهيار منظومة العدل في البلاد وذلك بعد الارتفاع الملحوظ لعمليات استهداف المحاكم وكشفت الجماعة الحقوقية المدنية أن تلك العمليات تتم لمحوي أي أثر يخص السجناء المحكمين أو الذين ينتظرون محاكمتهم بمن فيهم رموز النظام السابق من المستفيد من استغلال حالة الفوضى لضرب دور المحاكم السودانية سؤال يطرح بقوة بعد الارتفاع الملحوظ لعمليات استهداف المحاكم في العاصمة الخرطوم وحرق وتمزيق ملفات المتهمين محمود طوارئ مجموعة حقوقية مدنية أحصت استهداف المحاكم وهي تؤكد أن تدمير المحاكم والمقارات القضائية ينظر بضياع حقوق المتقاضين محذرة من انهيار منظومة العدل في البلاد أحد مؤسسي المجموعة يروي للحدث أن تلك التجاوزات وإن حصلت ضمن حالة الفوضى لأنها تؤشر إلى وجود استهداف محدد للمؤسسات القضائية والعدلية حيث أن ارتفاع معدلات استهداف المحاكم وثيق الصلة بفرار السجناء في الخرطوم ولكي يتم قتل القضية نهائيا وفق أحد مؤسسي مجموعة محامو الطوارئ يتم استهداف المحاكم لمحو أي أثر يخص السجناء المحكمين أو الذين ينتظرون محاكمتهم بمن فيهم رموز النظام السابق وهنا تعود الفائدة الكبرى على منتظري المحاكمة باعتبار أن ملفاتهم تحمل بوساطة الشرطة من النيابة للمحكمة وعند إداعها هناك لا تحتفظ الشرطة أو النيابة بأي نسخة عنها وبالتالي ما من جهة تحتفظ بأوراق القضايا بعد اقتحام أقسام الشرطة والنيابة والمحاكم والحديث هنا يشمل ملفات رموز العهد السابق وفق أحد مؤسسي مجموعة محامو الطوارئ وجددت اللجنة العليا لمعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان أيضا قبيل نهاية الهدن اليوم وانطلاق مفاوضات جدة جددت تأكيدها وحرصها على انفاذ التزام حكومة السودان بإعلان جدة لحماية المدنيين وأكدت على تطبيق كافة البنود الواردة فيه وخاصة ما يتعلق بتسهيل العمل الإنساني وجددت التزامها بتسهيل دخول وحركة العاملين في الحقل الإنساني بحرية داخل وخارج البلاد ومنحهم تأشيرات الدخول والتصاريح اللازمة وحرصها على سلامتهم كما أكدت على استمرار عمل اللجنة من خلال تيسير الإجراءات بدخول المساعدات من الموانئ والمطارات وإمكانية نقلها وتوزيعها وفقا لخارطة الاحتياجات لكل الولايات المتأثرة وشددت اللجنة في بيانها على ضرورة تسهيل المسارات وعدم التعرض لقوافل المساعدات الإنسانية وإزالة مظاهر الوجود العسكري في مناطق التجمعات السكنية الوضع كعب شديد قبليتي حتى يوم كان مات 11 طفل كنا عادينا مشى على الجزيرة كما البيان طريقة وما في طريقة تطرح قول الآن الوضع بيقى صعب جداً جداً للأطفال في دارة المايدونة فلازم والفرطوم يتحركوا للصاحب الفريني يشوفوا الدارة في مدني بالنسبة للأطفال هس هو قاعد بحث أحمد أبو الغيت أمين وعامل جماعة العربية مع مفوض شؤون اللاجئين في تداعيات قضايا اللاجئين في الدول العربية خاصة السودانيين وأوضح المتحدث باسم أبو الغيت أنه تم بحث زيارة مفوض الأمم المتحدة للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل الذي يمثل البوابة الرئيسية لعبور اللاجئين السودانيين إلى مصر بالإضافة إلى بحث تعاون السلطات المصرية مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم 160 ألفا ونوها أبو الغيت على أهمية دعم المفوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين مؤكدا أن وقف نار مستدام يمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل على نحو أكثر نجاعة مع وضاع اللاجئين أكدت الأمم المتحدة اليوم الأثنين أن سكان السودان ومنطقة الساحل الأفريقي وهي يحتاجون إلى اهتمام عاجل من المجتمع الدولي لأن خطر عدام الأمن الغذائي في هذه الدول هو الأكثر إثارة للقلق في العالم وعزت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي في تقرير مشترك أن النزاع الذي اندلع في السودان هو سبب أزمة الغذاء التي قد تحصل في البلد وحذرت تقرير من أن النزاع في السودان سيكون له على الأرجح تداعيات كبيرة على الدول المجاورة نشرتنا مستمرة وفي أيضا بعض الفاصل على خلفية الموازنة الاتحادية برزاني يتهم أطرافا سياسية بوضع عقبات أمام اتفاقية إدارة الدولة اليوم الخلاف الموجود بين الرئيس والاتحاد العام تنسي للشغل هل فعلا يوم الحوار منقطع؟ العشرات حرقوا أنفسها الحوار مفقود بين السلطة وبقية المجتمع هل نحن أمام أبو عزيزي آخر مع كل ما يحمله ذلك من دلالات؟ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسلح أمور تونس وأن نذهب بها إلى البر الأمان بعقلية واحدة نتمنى على رئيس الجمهورية أن يقدم برنامج هل يجوز تحميل هذه الحكومة كل الأزمات الاقتصادية؟ جبهة الخلاص هي التي تتسعى مع حركة النهضة هي كانت السبب في الأوضاع التي وصلت إليها تونس اليوم عدد من الصحفين نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بدأ التي ذكرها رئيس قيس سعيد علينا أن نجدها في أقرب وقت ممكن وإلا وقتها كل شيء وارد في تونس الحكومة إذا كانت الميزانية والخزانة الفارغة كيف يمكن أن تنجح؟ هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم من جديد إلى العراق عبر رئيس أقليم كردستان العراق نجر فان برساني عن إزعاشه وقلقه وخيبة أمله من محاولة أطراف سياسية وضع عقبات أمام اتفاقية إدارات الدولة وذلك بعد إضافة فقرات في مشروع قانون الموازنة الاتحادية وحذر برساني من تكرار التجربة الفاشلة التي تنتهي بالضرر على العراق بكل مكوناته بحسب قوله إن من دواعي الإنزعاج والقلق العميقين وخيبة الآمال أن تحاول أطراف وضع عقبات في طريق الاتفاقيات والتفاهمات بين الأطراف هذا النوع من التعامل والسع لانتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان ليس مقبولا قطعا ولا يعود بالنفع على أي طرف ولا يخدم العراق والاستقرار السياسي في البلد إن هذا ليس سوى تكرار لتجربة فاشلة انتهت دائما بالضرر على العراق وكل مكونات العراق لهذا أدعو الأطراف كافة إلى الالتزام بالاتفاقيات وبحماية العملية والاستقرار السياسيين للبلد الطريق القويم والصائب لتجاوز مشاكل وآزمات العراق يتمثل في الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات بين أطراف عمو وبين أطراف اتلاف إدارة الدولة بصورة خاصة يجب أن يكون العراق جامعا لنا كلنا وتصانو فيه وتحترم كل الحقوق الدستورية للمكونات كافة ويبدو أن الخلافات لا تنتهي بين بغداد وأربيل لهذه المرة أسهحتها البرلمان وعنوانها العريض الموازنة الاتحادية حيث حذفت مواد من الموازنة تخص أقليم كردستان من قبل أعضاء اللجنة المالية كانت كفيلة بإشعال فتيل أزمة سياسية جديدة خلافات أربيل وبغداد على فقارتين في مشروع الموازنة الاتحادية تمس الصلاحيات الدستورية للإقليم الكردي تهدد وبحسب مراقبين بانفراط عقد تحالف إدارة الدولة الذي بموجبه شكلت حكومة محمد الشياع السوداني فالاتفاق السياسي ما بين بغداد وأربيل لم يترجم على أرض الواقع بحسب أربيل بل أن هناك من وضع العصى في العجلة لإيقاف الاتفاق كما توقعنا أنهم ينقلبون على شركائهم دائما غالبي طقي والإطار التنسيقي للأسف لا عهد ولا مثاق لهم وهذه ليست المرة الأولى وكانت متوقعة ولكن الديمقراطي الكردستاني وباقي الأحزاب تعاملوا معهم بحسنية نجح الديمقراطي الكردستاني في تاجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية إلى أجل غير مسمى ويسعى إلى مناقشة مستفيضة مع شركائه في تحالف إدارة الدولة لإقناعهم بأن التعديلات الأخيرة للموازنة بمثابة رصاصة الرحمة للاتفاق أما في بغداد فالمشهد ينذر بمزيد من الخلافات بين نواب الإطار التنسيقي من جهة ونظرائهم من الكرد خاصة بعد تهديد نواب من الإطار بسحب الثقة من النائب الثاني لرئيس البرلمان المنتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني هذه الخلافات داخل البرلمان سببت حرجا كبيرا لحكومة السودان والتي تنتظر إقرار الموازنة بفارغ الصبر لتنفيذ برنامجها نأمل من خلال الجهود السياسية التي تحصل الآن مع مختلف القوى السياسية على أن نمضي باتجاه عملية الإقرار هذا الأسبوع أو قد يكون مطلع الأسبوع المقبل ما يجري هنا في بغداد يشي بوجود نوايا لدى أطراف في الإطار التنسيقي بالتنصل من الاتفاقات السياسية التي مهدت لتشكيل حكومة السوداني هناك قوى أساسا هي تدرك تمانا لنتلتزم بهذا التحالف تارثة تريد أن تعرج الحكومة حينما ذهبت بمنح الأكراد رواتبهم لعدة أشهر هذه مسألة إضافة إلى كل هذه القوى أساسا قسم منها لا تؤمن وإن كانت باعتلاف إدارة الدولة لا تؤمن بمفهوم الدولة بل تؤمن بمفهوم الفوضى رغم عمق الخلافات تبذل قيادات تحالف إدارة الدولة جهودا كبيرة للخروج من هذه الأزمة قد تسفر عن انفراجة قريبة سابر الكوبيسي الحدث بغداد علق المرشد الإيراني علي خمينئي خلال استقباله سلطان عمان ناهيثم بن طارق السعيد على أحياء العلاقة مع مصر مشيرا إلى أن إيران ترحب بذلك وليس لديها أي مشكلة للمضي قدما في العلاقات الإيرانية المصرية وأشار المرشد خلال لقائه بسلطان عمان أن أحياء العلاقات مع السعودية كان نتيجة ما وصفها بالسياسة الجيدة التي انتهجتها حكومة إبراهيم رئيسي في إطار تعزيز العلاقات مع دول المنطقة والشوار وعن العلاقات العمانية المصرية ننتقل للزميلة ميس الحربي ميس التفاصيل معك بكيفية المصالحة أو التقارب الإيراني المصري بوساطة عمانية تفضلي أشكر كروبة طبعا تفصيلا لما ذكرت هنا نتحدث عن تطبيع العلاقات الثنائية بين إيران ومصر المقطوعة منذ نحو 45 عاما بات أقرب للواقع فبعد خمسة أيام من مغادرة سلطان عمان هيثب بن طارق السعيد مصر في زيارته الأولى له منذ توليه الحكم سلطان عمان يزور طهران ويلتقي بالمرشد الأعلى خلال الزيارة التي اختتمت رحبت إيران بإعادة العلاقات مع مصر وهي التي انقطعت منذ عام 1979 إعلان اليوم كان له إشارات خلال الأشهر الماضية آخرها في الشهر الجاري كانت هناك بوادر لانفتاح إيراني مصري بإعراب وزير خارجية طهران عن أمله في أن تشهد العلاقات مع مصر انفتاحا جديا ومتبادلا مؤكدا أن العلاقات مع القاهرة بين أولويات سياسات إيران الخارجية كشفت حينها عن وجود دول لم يسمها تبدل جهودا أو تبدل جهودا وتشجع البلدين على رفع مستويات العلاقات الثنائية قبل ذلك تحديدا في نوفمبر 2022 لقاء لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نائب الرئيس الإيراني علي سلاجغا في شرم الشيخ على هامش مؤتمر للأمم المتحدة أما في ديسمبر 2022 فالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشكل عابر بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبدالهيان على هامش مؤتمر بغداد الثنين الذي أقيم في الأردن أعقب ذلك أعلن الوزير الإيراني أن الرئيس الوزراء العراقي محمد شاع السوداني اقترح إطلاق حوار مصري إيراني إذن من قطع لأكثر من 40 عاما بين مصر وإيران بوادر عودته اليوم تلوح في الأفق عبر لقاء إيراني عماني وهي التي تربطها علاقات وثيقة مع إيران كانت أيضا عمان وسيطا في مراحل تطبيع علاقات إيران مع دول أخرى وأيضا مع مصر اليوم وما حدث اليوم يعود بالذاكرة لحديث الخبراء في ملف المصالحة المصرية الإيرانية الذين أكدوا أن مباحثات السيسي لأسبوع الماضي طرح خلالها الملف الإيراني وتحدثوا أيضا عن المطالب المصرية بعدم تدخل إيران في الشؤون الداخلية سواء المصرية أو للدول العربية وأن تساعد إيران في تحقيق الاستقرار بالمنطقة والتوقف عن دعم الميليشيات مصر جهود التطبيع بين دولتين لهما ثقل كبير تاريخيا وعسكريا وسياسيا تترقبه دول عدة ومنها إسرائيل إذ حذر زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق بائر لبيد من التقارب بين مصر وإيران وقال إن التقارب يتعارض مع المصالح الإسرائيلية والإقليمية أيضا ربا إذن هذه تفاصيل العلاقات المصرية الإيرانية وما حدث خلال لقاء السلطان هيثم بخامنئي نعم شكرا لك ميس وسنناقش يعني كل ما ذكرته أيضا مع ضيفنا من القاهرة شكرا لك من القاهرة ينضم إلينا أشرف العشرية الكتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف في هذه النشرة على قناة الحدثة بداية في أي سياق ستندرج عمليات التقارب أو التطبيع بين إيران ومصر في هذه المرحلة وأهمية ذلك بالنسبة لمصر مساء الخير أستاذ ربا أعتقد أننا انطلقنا في سباك المائة متر بالفعل منذ يوم الأحد الماضي خلال زيارة سلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الذي اطلح على القاهرة مع عارض الاتصالات بين طهران والقاهرة خاصة أن كانت هناك محاولات في الأشهر الثلاثة الماضية من قبل الجانب العراقي وعقرت أكثر من جولة على المستوى الأمني في بغداد لكنها لم تحقق النتائج المرجوة بسبب تمسك الجانب المصري بذرورة أن يكون هناك لأحد أو على الأقل لتقديم معطيات وإجابات شافية لمجموعة أو لأحد تساؤلات مصرية خاصة بيه التنصيق الأمني وعدم التدخل في شؤون الداخلية لمصر وعلم تخزية أو التعاون مع تنظيمات الإرهابية سواء فيما يتعلق بها القاعدة وأيضا داعش وغيرها وأن لا يكون هناك أي نوع من البقاء لأي تنظيمات أو أي أشخاص مصريين محسوبين على هذه التنظيمات داخل أراضي الإيرانية بالإضافة إلى التمسك المصري بتغيير ما يعرف بشارع القاتل الرئيس الراحل أنور السادات ورود تغيير هذه الجدرية وإزالة اسم خلد الاسمبولي نهائيا وأن يكون هناك بالفعل لدرجة كبيرة من التعاون فيما يتعلق بتبادل معلومات الأمنية والاستخباراتية بالإضافة إلى أن يكون هناك بالفعل السماح بدخول الإيرانيين لمصر عبر إجراءات مكننة وأن يكون هناك احترام للأراضي المصرية وأن يكون هناك أيضا التزام إيراني بعلم التدخل في الشؤون الداخلية لا للجانب المصري ولا لأطراف عربية وأن تنقى إيران بنفسها عن كثير من المعطيات الخاصة بالتواجد في أربعة أقاليم أو أربعة دولة عربية وأن يكون هناك تخفيف لحلية الاحتقان صورة جديدة شروط كثيرة وبرمتها ربما هي شروط تأتي في السياق الأمني أو بالمعنى الأمني لمصر والذي يخص مصر وأيضا دول عربية أخرى برأيك ما هو مدى استعداد إيران حقيقة للالتزام بمثل هذه الشروط في سبيل عودة العلاقات لمصارها الطبيعي مع مصر عزو الله حضرتك منذ وزير خارجية المصري في ذلك الوقت عام 2002 و2003 أحمد ماهر وزير خارجية المصري منذ ذلك الوقت حتى هذه اللحظة وأنا كثير من المعطيات المتوفرة في هذا الشأن عطلت أكثر من جولة للمفاوضات بسبب عدم استجابة الجانب الإيراني فيما يتعلق بالتعاطي مع المطالب المصرية وكان يحدث نوع من الاتفاق وقبل الإعلام بساعات أو أيام عن تدشين العلاقات يعود الجانب الإيراني مرة ثانية وتنصل من كل ما تم التوافق عليه وكانت مصر دي درجة كبيرة من الصبر الطويل بعدم تقديم أي تنزل الجانب الإيراني منذ عام 2002 جرت أكثر محاولة على أكثر من يد طرف عربي كلها لم تنبي بأي نوع من النجاح بسبب خشية القاهرة من المماطلات والتملص الإيراني يبدو حتى عندما جرت مفاوضات في الأشهر السلسل الماضية في بغداد في غير معلنة بين الجهات الأمنية المسؤولة وحتى فرع من خلال مكتبي رعاية المصالح المصرية القيم بالأعمال المصري في طهران والقيم بالأعمال الإيراني في القاهرة جرت مفاوضات بالفعل والتصالات ومذكرات مشتركة لكن القاهرة وجرت أن في الأسبوعين الماضيين أو قبل زيارة سلطان عمان للقاهرة لا توجد نية خالصة من قبل الإيرانيين جاء سلطان عمان وعرض على القاهرة أن يكونك وساطة ويتعاهد بتزيل كافة العقبات يبدو أن القاهرة حسب المعطيات بالفعل أعطته الضغو الأخضر ليواصل ويحصل على إجابات ويبلغ بها الجانب المصري وعند إذن سيكون هناك خطوة قادمة فيما يتعلق من فوراتها على المستوى الأمني والسياسي والديبلوماسي وبالتالي القاهرة تنتظر أن تنتهي زيارة أمير سلطان عمان لإيران والعودة وإرسال ما تم اتفق عليه للقاهرة حتى يكونك بت في موقف القاهرة في المرحلة كم يشجع مصر اليوم عمليات أيضا التقارب وعودة العلاقات مثلا بين إيران والمملكة العربية السعودية يعني خاصة أيضا بناء على شروط وحدود والتزامات تتعلق بكل البلدين وعلى غرارها مثلا مع مصر القاهرة تتمسك بنفس لآحة الشروط أو على الأقل المضامين التي تم تواصل إليها بين الجيبان السعودي والإيراني بوساطة الصينية في شهر مارس هذا العام وبالتالي قرحة دادت مجموعة اشتراطات أو مطالبها لآحة قدمت الجانب الإيراني واعتقد الإيرانيين القاهرة لمست أنها في الأسابيع الماضية مندفعة باتجاه القاهرة تصرحات حسين عبداللهيان وزير خارجية حتى قبل أن تقول القاهرة أي موقف نائي في هذا الأمر منذ أربعة أسابيع كان يغازي القاهرة القاهرة التزمت الصمت أيضا رئيس لجل تلقات الخارجية في البلومان الإيراني أرسل القاهرة أكثر من رسالة عبر تصرحات مشجعة وإيجابية القاهرة لم تقدم أي ضمانات أيضا التزمت الصمت لأنها لديها درجة كبيرة من الممارسات مع الجانب الإيراني الذي كان يتنصل في لحظة الأخيرة هذه المرة سلطان عمان يتمتع بكثير من الثقة لدى الجانبين المصر والإيراني وإيران قامت بواسطات كثيرة حتى أنها رعت الوساطة الإيرانية السعودية في فترات معينة مع الجانب العراقي فالقاهرة ألقت بكل سقلها على سلطان عمان وعلى دولة سلطنة عمان حتى تلعب ضونا كبيرا في إحداث الاختراك المطلوب بالإضافة لأن القاهرة ترى النازيل الأجواء الآن متوفرة لإمكانات أن يكون هناك درجة كبيرة من التعاطي مع تزليل وتبريد الأزمات بين القاهرة وتهران كما حصل بين السعودية وإيران وكما حصل بين القاهرة وتركيا في شهر 11 من العام الماضي خلال لقاء الرئيس أفتاح السيسي وأردوغان على هامش منديال كأس العالم في أدوحة وبالتالي القاهرة منفتحة على أحوار مع كل دول الإقليم يؤدي إلى علاقات شركات سياسية وقتصادية في المقام الأول كيف ستنعكس عمليات التقارب والتطبيع إذا ما اكتملت بكل الشروط المعروضة من كلا الطرفين على الداخل المصري على موضوع الأمن الملاحة مثلا على الكثير من الملفات التي كانت محط خلاف في وقت سابق مع الجانب الإيراني دعيني أحدثك أن هناك ثلاثة اشتراطات أو مطالب أو ضمانات مصرية طالبها من جانب الإيراني أن يكون هناك تعاون في ملف الأمن بشكل فعال أن يتم تسبيت كل الملفات والقضايا التي علاقة منذ عام 79 منذ استقبال الشاهران في مصر ودفنه في القاهرة ثم أيضا زيارة الرئيس السادات للقدس أن يكون هناك تعاون فيما يتعلق بتبالي كل المعلومات الخاصة بالترتيبات الأمنية فيما يتعلق بدلعاقات بين الجانبين أن يكون هناك نسف كامل لموضوع الجادرية والشارع المسمى باسم قدر الرئيس السادات وأن يسمى باسم آخر غيره أن يكون هناك تعاون في المصاري السياسي أن تكون هناك مسافة قريبة بين البلدين فيما يتعلق بقضايا التقرب العربي الإيراني أن يكون هناك التزام إيراني بعرام التدخل في أي شأن عربي أن يكون هناك ضمانة تكون علاقات المصرية الإيرانية علاقات طبيعية ملزمة للجانبين يحكمها ما يعرف بمحالة الأمن والاستقرار لكاله البلدين وعرام التدخل وأن يكون هناك ما يعرف بطوق نجاح للأمن والسلامة العامل الثالث هو الجانب الاقتصادي القاهرة ترحب بأن يكون هناك علاقات لإمكانية أن يكون هناك استثمارات مصرية إيرانية وأن يكون هناك مشروعات للجانب الإيراني إذا كان راغب في مد طوق التعاون مع الجانب المصري في محالها القادمة من خلال مشروعات مشتركة ومن خلال أيضا السماح لسواح إيرانيين بزيارة القاهرة بأن يلتزموا بتعليمات الأمن المصري وزيارة الأدرحة المحسوبة على الجانب الشيعي كل هذه الأمور تأخذ في الاعتبار وجرت مفورات في بغداد لكنها توقفت أعتقد أن سلطان عمان تتطلع على الموقف المصري من رئيس السيسو والجانب المسؤولة المصرية وسينقل هذه الرغبات للجانب الإيراني اليوم وننتظر ربما تكون الأيام القادمة نحن في صباحة 100 متر لم نصل إلى موقف النهاية لكن أمامنا عدة أسابيع من ثلاثة إلى أربعة أسابيع على أكثر تقدير أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات والإضاحات من القاهرة كنت معنا أشرف العشرية الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام شكرا جزيلا لك إلى العراق توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعراج إلى العاصمة الإيرانية طهران على رأس وفد أمني لبحث إجراءات تأمين الحدود بين العراق وإيران وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وأمينه والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السابق علي شامي خاني وقع في مارس الماضي اتفاقا أمنيا لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين وزير الداخلية في إقليم كردستان العراق سيكون كذلك ضمن وفد الأعراج قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجديد علي أكبر أحمد يان أن الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران هي خارطة طريقا لتأسيس أمن حدودي مستقر وأساس لتوسيع التعاون الثنائي كلام محمدان جاء خلال استقباله نظيره العراقي قسم الأعراجي في تهران اليوم وأضاف أن بلاده تتوقع من العراق ضمان أمن الحدود مع إيران على وجه السرعة وذلك بينهاء تواجد ما أسمى العناصر المناهضة لنظام الحكم في تهران في إشارة إلى التنظيمات الكردية الإيرانية المستقرة في إقليم كردستان العراق وشدد مستشار الأمن القومي العراقي قسم الأعراجي على ضرورة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين من بغداد ينضم إلينا البحث في شؤوننا السياسية والأمنية نجم القصاب أهلا ومرحبا بك أستاذ نجم معنا في هذه النشرة على قناة الحدث بداية هذه الاجتماعات المتكررة هي ليست الأولى لمستشار الأمن العراقي خلال هذا الأسبوع إلى تهران ما الذي ممكن أن ينتج عنها منوع الضمانات المطالبة العراق اليوم فيها من قبل إيران بدلا تحياتي لك ولكل متابعيك الكرام بالتأكيد هذه الزيارة هي ليست الأولى خصوصا لشخصية السيد الأعراجي الذي يعتبر مستشار الأمن القومي داخل الدولة العراقية وقبلها قد ذهب إلى سليمانية لأن هناك كثير من المشاكل والأزمات خصوصا بين الحدود العراقية على أطراف أقليم كردستان مع الحدود مع إيران بالتالي هذه الزيارات وخصوصا بعد وصول السيد محمد السوداني الذي يرغب بالتعامل مع كل الدول المجاورة للعراق بتعامل متساوي متوازي وبتشارك وتضامن حقيقي حتى لا تكون الدولة العراقية محسوبة على هذا الطرف دون الطرف الآخر بالتالي ذهب السيد الأعراجي إلى إيران للتفاوض والتفاهم ووضع النقاط على الحروف أفضل من المجاملات والمحابات لأن طيلة السنوات الماضية كانت هناك تدخلات وكانت هناك كثير من التجاوزات خصوصا مع تركيا ومع إيران وبالتالي هذا لا تصب في مصلحة الدولة خصوصا العراق اليوم ماضي في الاعمار والاستثمار لأن السيد السوداني اليوم يمتلك مقاومات النجاح لكن يحتاج إلى دعما من كل الدول المجاورة طيب اليوم ما مدى إمكانية حقيقة التزام العراق أمنيا بعدم السماح لهذه الجماعات مثلا باستخدام الأراضي العراقية من أقليم كردستان العراق لمهاجمة وشن هجلات باتجاه أي دولة يعني عملية ضبط أمن الحدود كم يعني هو موضوع سهل بالنسبة للقوات العراقية يعني السؤال جدا مهم وحساس خصوصا في هذه الفترة الصعبة والعصيبة لأن جرب العراق طيلة السنوات الماضية لم يستطيع أن يجعل ضبطا وربطا على الحدود مع كل الدول المجاورة خصوصا مع الدولتين التي أشرت إليهما الأمر الآخر العراق أولا يحتاج إلى تقنية حديثة في الدفاعات الجوية والغطاء الجوي وهذا يحتاج إلى أموال ويحتاج إلى تبادل الثقة بين القوى السياسية هناك كثير من السياسيين لا يرغبون بتقوية الجيش العراقي أو القوى الجوية أو الدفاعات الجوية هذا واحد ثانيا يحتاج العراق إلى تضامن حقيقي داخل البيوتات السياسية يعني من غير ممكن حينما يكون خرقا أمنيا من إيران تجد هناك من يتحفظ وتجد هناك من يعترض وهناك من يؤيد وكذلك حينما يحدث خرقا من أجارة تركية نفس الثلاث لكن يتم تبادل الأدوار إذن نحتاج أولا توحيد في الخطاب السياسي ويقابل توحيد في الخطاب الإعلامي وجعل الجيش العراقي يكون أكثر تسليحا وتطورا لأن هذا يجعل هناك فعلا أمنا وضبطا لكل الملافذ الحدودية ولكل الحدود مع الدول المجاورة وهل العراق أيضا بدوره يطالب بضمانات أمنية من الجانب الإيراني لعدم تكرار الهجمات الصاروخية التي يستهدف فيها من تسميهم إيران تنظيمات كردية معادية لها يعني أولا يحتاج إلى رأي عام وحد مثل ما أشرنا بالخطاب الإعلامي وثانيا أن يكون هناك تبادل بمستوى الدولة التي تقدم الأمن وعدم التجاوز يعني اليوم أكثر دولتين استفادتها من 2003 إلى الآن هما تركيا وإيران نتحدث بصراحة على المستوى تصدير البضائع الإيرانية والتركية على مستوى كثير من الأموال التي تستثمر داخل إيران وداخل تركيا هذا كيف يحصل حينما يكون العراق يصنع رأيا عاما ويقدم شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة ويضمن يكون هناك توحيدا مع الدول العربية حتى يكون العراق أكثر قوة أمام هذه الدول أما يكون انقسام سياسي والانقسام اجتماعي وانقسام إعلامي بالتأكيد يتم استغلاله من هذه الدول بالتالي ليس سهلا لكن مو معجزة إذا فعلا كانت هناك إيرادة سياسية من قبل الطبقة السياسية أن تحافظ على السيادة والريادة حتى نصنع قيادة حقيقية وطنية تخدم المجتمع والشعب العراقي أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه الإضاحات من بغداد كنت معنا البحث في شؤون السياسية والأمنية نجم القصاب شكرا لك نشرتنا مستمرة وفي أيضا بعد الفاصل مستوطنون يهود يقيمون مدرسة دينية في الضفاة الغربية بعد رفع الحكومة حظرا على المستوطنون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان يوما طبيعيا أو يبدو كذلك لا شيء يختلف انتظار انشغال وسكون كانت لحظة تسبق الخبر بقيل ثم يبدو حدث يؤثر على حياة الناس تفاصيل تختلف قصص تتشابه ويبقى الإنسان محور الحدث اهلا بكم من جديد قال مسؤول الشؤون الدولية في وزارة الدفاع الإيرانية حمزة قلندري ان بلاده تسعى لتعزيز الدفاع الجوي السوري بمنظومات متوسطة وبعيدة المدى لتمكينه من مواجهة التهديدات ونقلت وكالة انباء فارس الإيرانية عن المسؤول الإيراني قوله ان الحكومة السورية تمتلك قدرات دفاع صاروخية وجوية ولكن نطاق التهديدات ضدها يتسع وبشدة وهو ما يستدعي تقوية قدرات دفاعها الجوي بمنظومات متوسطة وبعيدة المدى موضحا ان التعاون والدعم يمكن ان يشمل تحديثا لبعض المعدات والأسلحة وكذا ايضا التغييرات التكتيكية ينظر الامريكيون بقلق الى استمرار تعاضم دور الميليشيات في المنطقة بحسب ما افادت تصريحات لفقرة خاص الحدث وفي معلومات اضافية اكدت مصادر عسكرية امريكية ان الهجوم الاخير على شمال شرقي سوريا انطلق بالفعل من العراق ولا من سوريا ولكن القوات الامريكية ردت على قواعد للميليشيات في سوريا حيث تنتشر مدعومة من الحرس الثوري وتضيف المصادر الامريكية للحدث ان القلق بات متناميا من امكانية ان يفضي تعاون العسكري الروسي الايراني الى استعانة تهران بالاقمار الصناعية الروسية ما سيساعد المسيرات الايرانية للتحليق في المجال الجوي لساعات طويلة على غرار المسيرات الامريكية ومن واشنطن تقرير خاصة الحدث مع زميل بيرغانم ينتظر كثيرون ان تكون انعكاسات اتفاق بكين عاملة تهدئة بين ايران والمنطقة لكن الامريكيين ينظرون بحذر شديد الى تعاظم دور الميليشيات والاسحة التي يملكونها فرزين نديمي المتخصص في شؤون التسلح قال للحدث ان المسيرات فائقة الخطورة المسيرات لها تأثير فائق وهذا ما نلمسه لدى اطلاق اربع او ست مسيرات على منطقة التنف تقييم الامريكيين يشير الى ان هناك 100 الف صاروخ ومسيرة في لبنان وارقام بضاعفة في سوريا والعراق وما ترأى مؤخرا على هذه الاسلحة هو تمكن الميليشيات بمساعدة ايرانية وفق واشنطن من تلقي التكنولوجيا تطور دقة هذه الصواريخ والمسيرة وبحسب مصدر عسكري امريكي لا تجعلها دقيقة بل تساهم في دقتها مثل ان تزرع الميليشيات كاميرا في مسيرة وتطلقها ثم تصوب مسار وهدف المسيرة التالية بناء على مكان سقوط الاولى خريطة انتشار الميليشيات تدل على خطورة عالية فهي تتعمد الاحاطة بالمواقع الامريكية في سوريا والعراق انهم يفعلون ذلك لحماية طرق الامداد ولكي يحيطوا بالمنشآت ويتحركوا بسرعة مع شركائهم ولو حدث امر ما سيضعوننا في حرج تكتيكي لانه من الصعب ان نقاتل ونحن في وضعية الاطباق علينا يرى الكثيرون في العاصمة الامريكية ان ادارة الرئيس الحالي جوزيف بايدن لا تملك قطة لمواجهة هذا الخطأ فيما تعتبر مصادر الحكومة الامريكية ان ما يحصل هو لعبة شطرنج بين الميليشيات وايران من جهة والامريكيين وحولفائهم من جهة اخرى وقال احد المتحدثين ان ما حصل منذ العام 2021 بين الجنود الامريكيين والميليشيات كان محسوبا حيث تبدأ السلسلة بهجوم يتبعه رد امريكي ثم قصف بري وبعض الصواريخ بدون اضرار ثم هدوء والاهم بحسب قوله ان الامريكيين لم يردوا على ايران بدلا من الميليشيات ستكون الاشهر المقبلة مليئة بالمخاطر بحسب اوساط امريكية غير رسمية وسيكون حصول ايران على معلومات تكنولوجية واجهزة الكترونية متطورة اكثر خطرا عندما تتوفر هذه المعلومات والتكنولوجيا الروسية المتطورة للميليشيات وهي منتشرة من العراق الى سوريا الى لبنان وحتى الى الحوثيين في اليمن طوروا هذه الاسلحة في مكان مثل اوكرانيا عندما استعملها الروس وهم يستعملون السلاح وباتوا يعرفون الان كيف يستعملونه بحيث يتحاشون انظمة الدفاع والحماية ويقصفوا الاهداف بدقة وربما يكون الجميع معنيا فالميليشيات تنتشر حول القوات الامريكية وعلى حدود الاردن والجولان وجنوب لبنان وتوسع انتشارها في شمال سوريا وشمال وجنوب العراق بالتقديرات الامريكيين ستكون سوريا في صلب هذه المخاطر وقال احد المتحدثين للحدث ان سوريا تشبه مخزنا كبيرا يرغن ما الحدث واشا من الرياض ينضم الينا المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد اسعد عوض صعب حضرة العميد اهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة على قناة الحدث يعني في وقت يكثر الحديث طبعا من ان تحجيم الدور الايراني في سوريا تحديدا وفي دول كثيرة من المنطقة العربية هو من ابرز الشروط لعودة العلاقات الطبيعية مثلا بين سوريا والمحيط العربي لكن التقارير الامريكية تتحدث عن تعظم دور هذه الميليشيات ما هو يعني دور حقيقة الميليشيات الايرانية اليوم في سوريا مساء الخير يعني عندما تحدث عن دور الميليشيات فدورها حقيقة يعني خطير للغاية لا أقول خطير جدا بخطير للغاية هناك يعني توسيع لقدراتها القتالية من حيث نوع الأسلحة هناك توسيع لقدراتها القتالية من حيث التدريب يعني وصلت إلى مرحب تنفيذ المناورات الليلية والمناورات النهرية والمناورات على مسارح أعمال قتالية وليس على مستوى المعارك وأيضا عندما تحدث يعني يكفي أن نقول أن هناك الكمان التي بدأت تستخدمها ولكن أيضا بالمقابل يجب أن نقول أن القوات أمير انتشار قوات أميركي القواعد أميركي في سوريا هو انتشار نقطي يعني بمعنى أن هناك مسافات ما بين هذه القواعد وبالتالي لا تراوط بينها بالنيران ولا تربط بينها بالنظر إنما تربط بينها فقط بالاتصالات اللاسلكية وهذا يسمح للميليشيات بالتحرك وخاصة أنها تملك الكمان الجوية وخاصة بفترات الأخيرة عندما تم تزويد هذه الكمان بوسط الترابط المباشر ما بين هذه الكمائن وأخمار الأخمار الصناعي الروسية التي تستطيع أن تقدم لها أولا الدلالة على الأهداف وثانيا تقدم لها سطع نهاي وبالتالي عندما تقوم هذه الميليشيات باستهداف أي قاعدة من القواعد العسكرية لا تحتاج إلى سطع قد لا تحتاج إلى طائرة مسيرة للسطع عندما تحتاج فقط لطائرة قد تكون انتحارية أو طائرة مباشرة تحمل ذقيرة لتنفذ الهجوم وبالتالي تنفذ هجوم مباغت تختصر زمن الإنذار وتحقق مفاجأة تكتيكية حقيقة بهذا الهجوم يعني ما تقلق منه الولايات المتحدة بإمكانية تعاون عسكري عن طريق الأقمار الصناعية روسي إيراني هو موجود بحقيقة الفعل وتقدم روسيا هذه التسهيلات لإيران كيف يمكن أن تكون نتائج ذلك العمليات الأخيرة جرت على القواعد الأمريكية تشير إلى ذلك أو تؤكد ذلك تماما هذا أولا ثانيا حقيقة عندما نتحدث يعني هناك طيران مسير إيراني أصبح جزء من القوى الجوية الروسية التي تمارس عمال في أوكرانيا وأيضا هذا يعني عملية الدمج بينهما يفرض بشكل مباشر التعاون خاصة عن المجال الفضائي يجب أن يكون هناك نوع من البصم الرادري المشتركة وبالتالي الرادارات الروسية تتعرف على الطائرة الإيرانية والطائرة الإيرانية أيضا تتعرف على الرادارات الروسية إذن هذا التعاون المزدوج أو المتبادل ما بينهما سمح في الفترة الأخيرة أن يكون هناك تعاون ما بين الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة ويشير إلى دقة الإصابة ودقة الوصول وزمن الوصول هذا من جهة جهة أخرى أيضا يجب أن يعلم جميع أن إيران لم تتوقف عن تزويد هذه الميليشيات بأسلحة حديثة متطورة لا أتحدث هنا عن تطوير وساط الدفاع الجوي للنظام الذي يملك منظورة دفاع الجوي تسمى الكرة أو نصف الكرة وهي ثمينة جدا إلا أن إيران أيضا تزيد لكن أيضا اليوم إيران قد باتت تزود هذه الميليشيات بمنظومة دفاع الجوي ومنظومة طيران المسير ومنظومة صواريخ تاكتيكية إلى حد أن تصبح بمستوى الجيوش النظامية نحن اليوم أمام حلب لا متناظرة موجودة في سوريا ما بين ميليشيات وجيوش نظامية تابعة للأميركا لكن للأسف يعني للأسف يعني الاستباق الأميركي أو عمليات الوقاية الأميركية لا تكفي حقيقة للتصدي لهذه الميليشيات من المفترض أن تكون هناك ضربات جوية كثيفة من المفترض أن تكون هناك قمع أو حسم لهذه الميليشيات قبل أن يصل خطرة إلى مرحلة لا تستطيع أمريكا حقيقة ردد أي فعل يعني هناك بعض المصادر الأمريكية تنتقد بايدن وتقول بأنه لا يملك خطة لمواجهة خطر الميليشيات المتنامية هل حقيقة الولايات المتحدة تظهر هذا الضعف اتجاه هذه الميليشيات أم أنها دائما تترك الباب مفتوح باب الحوار مفتوح لتسوية على صعيد أكبر مع الجانب الإيراني برأيك أنا أؤكد الاحتمال الأول بمعنى يعني أن يعني إلى الأسف شديد يعني ردود الأفعال التي حصلت من قبل هذه القواعد أمريكية تجاه هذه الميليشيات كان يشير تماما إلى ضعف لا أقول ضعف ربما بالسلاح إنما ضعف بالتكتيك ضعف بطريقة العمل القتالية التي تستطيع أن تصد هذه الميليشيات أو تخفف إلى حد ما من يعني عمليات الهجوم عمليات الهجوم التي استمرت بمرحلة من مراحل وهجومها على أهم القواعد سواقع التنف أو القواعد الموجودة في شرق سوريا يشير تماما إلى ضعف أو سنقول يعني فرق في المعادلة لصالح الميليشيات ولا أعتقد هو فرق بشري ولا أعتقد حتى فرق بالسلاح إنما أعتقد هو فرق فقط بالتكتيك أو طرق العمال القتالية التي تستخدم هذه الميليشيات والتي غابة عن ذهن أمريكا أن تضع خطط مناسبة للتصدي لهذه الميليشيات للأسف نعم ما يتحدثون به أن الرئيس بايدن لا يملك خطط والدليل رد الأفعال للسأل يعني للأسف رد الأفعال متراخية متراخية بالمعنى العسكري بالمعنى يعني بمعنى الرد لم يكن رد فعل يساوي الفعل الذي حصل ثانيا يعني للأسف استمرارية العمل لهذه الميليشيات استمرار الهجمات يشير تماما إلى أنها تملك إمكانية الاستطاع والهجوم المباغة دون أن تتعرض لأي رد فعل أو دون أن تتعرض عندما نتحدث عن انتقادات لردود الفعل الأمريكية هذا ينطبق أيضا عن ما حدث على ما حدث في الهجوم الأخير على شمال شرقي سوريا عندما انطلقت بالفعل الضربات من العراق ولكن القوات الأمريكية ردت ضد الميليشيات مثلا في سوريا بدون ما تضرب الهدف الرئيس مثلا أو مكان انطلاق الهجمات ضدها أعتقد أولا للأسف طائرة مسيرة تتحرك من ذا العراقية وترافق هذه الأرتال التي تحركت بالتجاه الشرق السورية ثم تنفذ عليها هجوم دون أن يتم استطلاعها أو التعرف عليها أو تصديلها على الأقل على محور الطيران لا نقول في منطقة تنفيذ العمل إنما على محور الطيران هذا يشير حقيقة إلى ضعف أمريكا ولذلك أعتقد في اللحظة الأولى لم تعلم أمريكا من أين كان مصدر الهجوم ولذلك قامت بالتوجيه الضربة إلى الميليشيات الموجودة في سوريا وطبعا لا فرق ما بين الميليشيات الموجودة في سوريا أو العراق كلاما واحد وكلاما من نفس الحضيرة إنما كان من المفترض أمريكا حقيقة أن تتصدل هذه الطير مسيرة من لحظة هجومها بالبداية بالأراضي العراقية ولا تترك وصولها إلى منطقة الشرقية أشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات والإداحات من الرياض كنت معنا المحلل العسكري والاستراتيجي السوري العميد أسعد عواض الزعبي شكرا لك أفادت مواقع إسرائيلية بقيام مستوطنين بنقل مدرسة دينية تدعى حمش إلى مكان جديد يبعد بضعة أمتار عن مكانها الحالي شمالي الضفة الغربية وأظهرت لقطات مصورة قادة المستوطنين يفتتحون المدرسة الدينية ويقولون أنهم يأملون في إعادة بناء المستوطنات الأخرى التي تم إخلاؤها وبؤرة حمش واحدة من أربع بؤر في الضفة الغربية أخلية ضمن قانون فك الارتباط الإسرائيلي الذي أقر عام 2005 ولكن الحكومة الإسرائيلية الحالية ألغت القانون خلال شهر مارس الماضي إلى ليبيا أكد مراسل الحدث في العاصمة ترابلوس أن الحياة عادت إلى طبيعتها بعد الاشتباكات التي شهدتها ليلا وحتى ساعات الفجر مضيفا أن الوضع الأمني هادء بالكامل وأن جميع الطرق مفتوحة والحركة المرورية عادت إلى طبيعتها هذا وكانت ترابلوس شهدت ليلة داميا دلعت فيها الاشتباكات بين جهاز الردع واللواء 444 في مناطق الفرناج وزناتا وشارع الجرابة وعينزارة وصلاح الدينة وبدأ التوتر الأمني في العاصمة بعد اعتقال جهاز الردع أحد كبار ضباط اللواء 444 ليتم بعدها تحشيد بين الطرفين والمنوشات قبل أن تشتد الاشتباكات في شوارع العاصمة بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر في الأثناء يعقد البرلمان الليبي جلسة طارئة اليوم وغدا في مدينة بنغازي لمناقشة التطورات الأخيرة في مدينة الزاوية والمتعلقة بقصف طيران مسير تركي لبعض المواقع وتوقع المصدر أن ما يصدر مجلس النواب مجموعة من الإجراءات والتدابير لوقف مثل تلك الاعتداءات وضمان عدم تكرارها نهاية هذه النشرة مشاهدين شكرا للمتابعة وإلى اللقاء لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الأعجاب وتفعيل جرس التنبيهات